صباحكم الخير اليوم السابت 26 أب أغسطس الأمر مرفقنا اليوم من برش العقرب المائي الجو صار حلو للأبراج المائي العقرب أيضا السرطان وكذلك الحوت ومش بس اليوم بكرة أيضا كيف رح بتكون كل الأبراج من بلش مع برش الحمل بالنسبة لك اليوم أكيد أريح من الضغوط يلي مرأت فيها في اليومين السابقين اليوم يبدو وكأنه في مجال لحتى يكون فيه تفاهم وتوصل إلى تسوية تبقى الموليد الأكثر حظا 10-11-12 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور بنسبة لك اليوم مولود برش الثور يبدو وكأنه في شغلتين اليوم يأما بتنرفز وبتعصب لكن فجأة بتروح النرفزي بتروح بسرعة يأما اليوم مولود برش الثور بنتظاره ارتباط وكأنه بده يتزوج بده يرتبط أو عنده احتفال جميع الأحوال ضروري تسيطر على بعض الانفعالية يلي عندك هيها اليوم يلي بعض المزاجية لحتى نهارك فعلا يكون كله فرح ومرح من أول نهار لآخره بتبقى الموليد اللي معرضة لها الانفعالات أكتر من غيرها هي موليد شهر نيسان أبريل بكمل مع برش الشوساء بالنسبة لبرش الشوساء نهار نهار سبت يعني أكتريت العالم اليوم بإيجازي هيدا نهار بشغلك بشغلك سواء انت بإيجازي قاعد بالبيت العائلة عندهم طاليب ميت شغلتين فوق بعضها بنفس الوقت عم تعملها ما بترتاح نهار فعلا متعب جسديا ويمكن حتى صحيا فضروري يكون فيه أولويات لهيدا نهار حتى ما تتعب ولكن هناك حصوص عندما ولي 12 و13 و14 حزيران يونيو نكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان هيدا نهار بيحمل أخبار سارة عطلة الأسبوع ها بتكون كتير حلوي بتنبصد فيها بتفرح فيها أخبار ويمكن حتى كل شغلة بتشتغلي عليها صعبة وبحاجة إلا حظ اليوم بتحصل عليها كل التطورات اليوم بتكون لمنفعتك لمصلحتك ولمنفعت كل شخص أنت عزيز على قلبك ويلي عنده حظوظ سبيسيال أكتر من غيره هي مواليد 2021 و22 تموز يوليو بنتقل لبرش الأسد بالنسبة لبرش الأسد اليوم نهار بيك أركب لك أسبوعك عطلة الأسبوع مفروض تكون للراحة لكن اليوم مولود برش الأسد ما في راحة ما في استيراحة مشغول مشغول محملينك هم محملينك شغل ومحملينك أعباء أيضا مالية نهار متقلب يمكن تكون المصاريف لأنك أنت بإيجازة مبسوط ومن كل قلبك في هيدا المصاريف لكن جميع الأحوال في بعض المزاجية فبدأك تطول بيلك خاصة مولود 15, 16, 17 و18 أب أغسطس انتبهوا من السرعة ومن الحوادث بنتقل لبرش العذراء بنسبة لبرش العذراء نهار نشيد جدا نهار فعال جدا نهار أنت بتبين فيه بأحلى حلة فكرية وجسدية وحتى طلتك بتكون جذابة من الأيام الحلوة بشهر أب أغسطس يلي بتعود فيها عن كتير من تأخير من تأخير بمعاملات بشغل بملاحقة ومتابعة لأمور متنوعة وخاصة عائلية الأنشط يلي ما بيهدى اليوم هو مولود شهر أب أغسطس كمل مع برش الميزان بالنسبة لبرش الميزان بدوا ينتبه من بعض الالتباسات اليوم يمكن تضيع مثلا غراضك يمكن تحط الشنطة وما تعرف وين حطيتها انتبه لمصرياتك انتبه من المحتالين يلي بيجربوا يخلوك بيوقعوك بفرصة بتعتبر انه فرصة ذهبية منا فرصة ذهمية ولا شيء نهار بدك تفتح عينيك ودينيك كتير منيح من الاتباسات من الفوضى وايضا من المحتالين وبتبقى بشكل خاص الأكثر عرضة لهالأمور هي موليد شهر أيلول سبتمبر بكمل مع برشة العقرب بالنسبة لبرشة العقرب بعتبر هيدا نهار من الايام يلي بتتغير فيها الظروف وبتنقلب الظروف تنقلب مثل الصفحات بتقلب الصفحة لصفحة بيضة ناصعة البياض ايجابية وحلوة كتير مولو برشة العقرب انت اليوم نجمك قوي مش بس اليوم بكرة ايضا من الايام الرائعة بهيدا الشهر يلي بتقدر تتوج نهاية الشهر بطريقة ممتازة تلفط الأنظار وهناك أخبار بانتظارك وتسويات انت بانتظارها الاكثر حظا اليوم هي موليد شهر أكتوبر بالإضافة لموليد 2021 و22 نوفمبر كمل مع برشة القوس بالنسبة لبرشة القوس هيدا نهار فلكيا فارغ من الحظوص فاشل من ناحية الحظ وبالتالي هيدا نهار ما بتقدر اتراهن عليه هيدا نهار مزعج مكركب بيبهدل بيجرس بدك تقعد عائل بدك تترك شخص آخر هو يدير الأعمال إذا انت بدك تحط حالك رأس حربي بتطلع انت الخسران هيدا نهار اللي ترتاح فيه لما توجع راسك ترك شخص آخر زوجك زوجتك ولادك العيلة رفقاتك هن يعملوا كل الأمور وانت يفولو انت يو كانت ليد تبقى الموليد أكثر تعبا موليد نوفمبر 13-14-15 ديسمبر بنتقل لبرش الشدي بالنسبة لبرش الشدي نهار والعان نهار ممتاز نهار إيجابي على كل الأصعي دي مولو برش الشدي مثلا البرش اللي حكيت عنه القوس بحاجة لشخص هو يدير الأعمال انت مثلا مولو برش الشدي من الأبراج يلي اليوم مدير قادر انك تدير مختلف الأمور وبالتالي اليوم مولو برش الشدي انت من الأشخاص الناشحين جدا يمكن ما لك علاقة بالناس على الأقل بالنسبة لك انت قادر تمشي نهارك بطريقة ممتازة وبتبقى الموليد الأوفر حظا بنت إلا برش الدلو بالنسبة لبرش الدلو هيدا انهار مكركب هيدا انهار بيوجع الراس هيدا انهار بيطلب منك انك تكون حاضر ناضر حتى لو انت بيجازي بدك تتوقع انه التليفون بدو يرن أو شخص بهمك أمره بيطلب منك شغل أو شغلة معينة وما فيك ترفضة انهار متعب منقوره لآخره حافظ على هدوء عصابك لسيما اذا كنت من مولي 12 13 و14 شبهات فبراير بنت إلا برش الحوت مولود برش الحوت هيدا انهار بيعطيك حقك عاطفيا مهنيا قانونيا حتى اليوم فينا نقول عنه لمولود برش الحوت انهاره بيقدر يتوجه مش بس انهارك عطلت الأسبوع بالتوجه اليوم بنجاح بنجاح باهر اليوم يمكن تضطر لحتى توصل لهالنجاح انك تدور الزواية تدور الزواية يمكن تنازل من هون شوي من هون لكن ما رح ينقصك ابدا اي شيء بالعكس تماما سلتك ملياني جدا وبتبقى الموليد الاوفار حظا موليد شبهات فبراير ايضا موليد 17 12 19 عدار مارس بختم مع مولود اليوم بنتظر مولود اليوم تقلبات ظروف متتالية بتخلي هيدا السنة تكون سنة ناشطة وديناميكية مفروض تكون سنة ناشحة هيدا السنة بتتقدم فيها خطوات كتير كبيرة لسيما على صعيد الدراسة والعمل ايضا سبتمبر كانون التاني يناير ايار مايو هنه افضل الاشهر الى اللقاء الى اللقاء بكرة ابراج جديدة باي باي شكرا لكارمن مع بداية عالم الصباح والابراج والحظوظ من بعد هالبريك بما انه ضاء عامر اللي نضم لقلنا رح نتبع فقراتنا ونكون مع عينو اشتركوا في القناة